علاج البطانة المهاجرة الحقيقة علاج البطانة المهاجرة بيعتمد على تقييم مجموعة كبيرة من المتغيرات قبل ما بناخد القرار الطبي أهم ثلاث متغيرات يجب تقييمهم كويس جدا قبل الموضوع اللي نحن نحط برنامج علاجي للمريضة واحد سن المريضة اتنين مخزون المبيض ثلاثة الأعراض التي تعاني منها المريضة الثلاث حاجات دول لازم يتواضحين جدا 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 قدام الدكتور قبل ما يعمل برنامج لعلاج البطانة المهاجرة يعني مثلا مثلا لو سن العيانة الصغير أو سن المريضة صغير وعندها مخزون مبيض كويس وتعاني من تأخر في الإنجاب أكيد علاجها هيختلف شكلا وموضوعا عن العيانة اللي عندها نزيف مهبالي وسنها كبير ومش عايزة أولاد العيانة الأولى اللي هي بتعاني من تأخر في الإنجاب ممكن نعمل لها منظار أو عملية حقن مجهاري التانية ممكن نشيل الرحم يعني زي ما بنقول كده إيه الشامي والمغربي الاتنين بعاد جدا عن بعض تعيب علاج البطانة المهاجرة زي ما قولنا بيعتمد على تقييم المعايير دي كويس جدا وبعد كده بنبتدي ناخد قرار العلاج حسب الأعراض الموجودة عند المريضة يعني لو بمنتهى البساطة المريضة عندها بطانة مهاجرة ومشخصينها كويس جدا ومعندهاش أعراض ممكن ما نعمل لاش حاجة خالص وانتبعها ونشوف ولكن لو العيانة تعاني بقى حاجة من الحاجات التلاتة الأساسية زي التأخر في الإنجاب أو نزيف مهبلي أو ألام مزمنة في الحوض فغالبا هنبتدي ناخد القرار الطبي للعلاك أول مشكلة وأهم مشكلة بتقابلنا لهي مشكلة تأخر الإنجاب لو العيانة عندها تأخر في الإنجاب مصاحب للبطانة المهاجرة السؤال الأولاني هل كل العينين دول محتاجين يعملوا تدخلات جراحية مناظير أو عمليات حقنا مجهري الإجابة لأ طبعا ويرد جدا الموضوع في بدايته ممكن نكتفي به بأن احنا نزبط الهرمونات ندي شوية مناشطات نزبط علاقة زوجية وقت التبويض كتير جدا المريضة بتيجي حامل وهنا بقى لازم نقول معلومة مهمة جدا إن حدوث الحمل للناس دي بيبقى مفيد جدا 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 مش بس عالج المشكلة يعني حقق النتيجة المرجوة للمريضة إنه عالج تأخر الحمل لا ده العيانة لما بتحمل بتقعد تسع شهور حامل يعني فيها هرمون البروجستيرون عالي يعني العلاج الهرموني ده اللي هو كأنه علاج هرموني اللي هو في الحقيقة ده الحمل ممكن يعالج البطانة المهاجرة نفسها لأنه هو بيبقى تثبيت للبطانة المهاجرة على مدار تسع شهور فبتلاقي العيانة الأعراض اللي كانت موجودة عندها زي الألم زي النزيف المهبالي قبل ما تحمل ممكن تلاقي الأعراض يبتدت تقل جدا 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 وقد تكون راحة يعني حدوث الحمل الوحده ممكن يبقى علاج أساسي في البطانة المهاجرة طب لو العيانة ادناها شوية الأدوية أو ادناها شوية المنشطات ومحصلش نصيب أو كانت العيانة من البداية خالص عندها مخزون المبيض بتاعها قليل لأن للأسف الشديد في البطانة المهاجرة مخزون المبيض ممكن يبقى أساسا قليل من بدري حتى لو سنها صغيرة يعني ممكن تكون المريضة عمرها مثلا 29 أو 30 سنة ونيجي نقيس الأنتيمولين هورمون اللي هي مثلا 1 من 10 أو 2 من 10 للأسف الشديد ده بيبقى موجود الحالات اللي زي كده غالبا غالبا هنتجه معاها للإخصاب المساعد اللي هي عمليات الحقن المجهاري والحقيقة كل لما تعمل الموضوع ده بدري غالبا بتبقى نتائجه أفضل وبرضو هنا لازم يبقى فيه وضوح رؤية في بعض الأوقات المريضة بتحتاج تدخل جراح يعني مثلا مثلا العينة عندها مثلا كيس شوكولاتة وحجمه كبير وكلام زي كده فممكن النهاردة تشيل كيس الشوكولاتة أو تعتقد أنها هتشيل كيس الشوكولاتة وبعد كده تروح تعمل عملية الحقن المجهاري أو أنها يعني زي ما بنقول أنها هتعمل شوية تدخلات قبل ما تفكر في عملية الحقن المجهاري الوقت بقى اللي المريضة بتاخده عبال ما تاخد قرار أنها هتعمل عملية إخصاب مساعد كتير جدا مخزون المبيض عندها بيقل عشان كده دايما بنقول للمريضة قبل ما تعملي أي قرار تدخل جراحي في العمليات اللي هي بتاعت المناظير أو أي تدخل جراحي هيتعمل في عمليات البطانة المهاجرة لازم تقيسي مخزون المبيض قبل وبعد العملية لأنه ممكن يقل آه ممكن يقل وزي ما بنقول ممكن يقل يعني قرح بيبقى كويس جدا العمل العملية ما بالك بقى لو كان كمان جراح على قده شوية أو مش شاطر ده ممكن مخزون الميبيا دي يقل لي جدا جدا بعد العملية تاني شكوى بنقابلها للمريضة اللي هي شكوة أو العرض التاني اللي هو النزيف المهبالي يعني ممكن المريضة اللي عندها بطانة مهاجرة تشتكي من نزيف مهبالي طب علاجها عادة بيتم إزاي الحقيقة القصة هنا بتختلف شوية لأن غالبا المريضة بنكتفي بالعلاج الدوائي في صورة أدوية هرمونية ممكن تاخد أدوية هرمونية زي البروجستينز وممكن تاخد أدوية قوية شوية اسمها الجيناريتش أنالوجز ودي ممكن يعني نظريا تعالج النزيف المهبالي مش بس كده دي ممكن تقطع عندها الدورة ولكن العلاج ده غالبا بيبقى له تأثير سلبي على حدوث الحمل فغالبا غالبا لو احنا مركزين على علاج نزيف مهبالي مع البطانة المهاجرة فاحتمال كبير نستخدم أدوية هرمونية ولو بقى كانت المريضة أساسا سنها كبير وعندها أولاد ممكن في بعض الأوقات نلجأ للتدخل الجراحي أن احنا نشيل الرحم نفسه فبالتالي نعالج موضوع النزيف نيجي بقى للشكوى التالتة اللي هي شكوة الألام المزمنة اللي بتبقى موجودة في الحوض احنا زي ما قلنا الشكوى دي ساعات بتبقى شكوة المريضة الأساسية وارد جدا نكتفي بشوية مسكنات بتاخدها أثناء الدورة الشهرية طبعا برضو دي لها حسابات مهمة لأننا لو حتعامل أننا كل شهر باخد مسكنات ممكن يجي لي التهابات في جدار المعدة ومش بس كده ده ممكن الموضوع يوصل أن يجي لي قرحة في المعدة فلازم نبقى زي ما بنقول كده بنحضر العفلية ونصرفه احنا خدنا قرار ندي العينة مسكنات يبقى لازم نحمي جدار المعدة ده كويس جدا ولازم نختار لها علاج دوائي تأثيراته السلبية أو أعراضه الجانبية وليلة شوية على المريض طب لو خدنا قرار بقى أن احنا ناخد علاج هرموني قوي جدا لعلاج الواجع برضو ممكن ندي للمريضة الأدوية الهرمونية زي البروجستينز أو اللي بنسميها الجينر ايتش انالوغز أو الأدوية اللي اسمها الداينوجست اللي هو مشهور في السروق باسم الفيزان الأدوية اللي زي دي كلها أدوية هرمونية والحقيقة بيبقى تأثيرها يعني زي السحر في الواجع بس برضو هنرجع ونقول هي ممكن تعالج الواجع آه بس تأثيراتها بتبقى سلبية على تأخر الحمل طب لو العينة بقى حظها يعني متعسر شوية إنها عندها 3 أعراض موجودين مع بعض يعني عندها نزيف مهبالي ألام مزمنة في الحوض وتأخر في الحمل هنا لازم نقيم المريضة كويس جدا وغالبا غالبا تأخر الإنجاب بياخد الأولوية في العلاج لأنه لازم يبقى عندنا هنا او يعني عندنا يعني زي ما بنقول مين الأهم في العلاج قبل التاني ترجمة نانسي قنقر